لقاءات غير رسمية بين الحكومة والحركة الشعبية بأديس أبابا في تفاصيل هذا الخبر كشف مصدر حكومي مطلع عن لقاءات غير رسمية جمعت وفد الحكومة المفاوض بالحركة الشعبية برئاسة عبدالعزيز الحلو يوم الخميس الماضي بأديس أبابا بحضور ممثل الوساطة الأفريقية بغرض استئناف التفاوض وقال المصدر للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن اللقاء استمر لمدة يومين للوقوف عن القضايا الخلافية خلال جولة التفاوض الماضية مشيرا إلى إحراز تقدم بين الجانبين في الملف الإنساني مبينا أن اللقاءات جاءت بمؤشرات إيجابية